بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بعد راككم في حلقة جديدة من سبوت لايت على اليوتيوب باستكمال لموضوع الزكاة الاصطناعي النهاردة هنتعلم إزاي نحول صورة لفيديو أنيميشن يلا بينا نخش في التفاصيل طيب مبدئيا كده هنحتاج الأول للصورة وبعد كده هنروح على الموقع اللي من خلالي وهنقدر نحول الصورة دي لفيديو أنيميشن هنستخدم الأول عشان نحصل على الصورة هنستخدم لابدروب الموقع ده أو ممكن تستخدم الموقع ده أو أي موقع عادي جدا أي موقع بيقدر أنه يعمل لك صور باستخدام الزكاة الاصطناعي بعد كده هنكتب الأمر ونختار الصورة المناسبة ونرجع لكم تاني ده كده الأمر اللي احنا كتبناه بعد كده هندوس على العلامة دي عشان نحدد الستايل بتاعنا هنختار الأول الاسبيكت ريشيو اللي هي بعد الصورة نخلالها وعدة سكرين 16-9 والستايل من هنا تختاروا بقى لحظة بيعمل كنا نخليه cinematic مثلا وندوس على generate في نستنى شوية طيب دي كده الصورة اللي قدرنا نحصل عليها في كذا صورة هي فأنت هتختار الصورة المناسبة ليك ولكن الصورة دي الصراحة مميزة عجباني جدا فهندوس على download من هنا تنزل معاك الصورة بالشكل دوت خلاص بعد ما عملنا الصورة برضو لو عايزين نعمل نفس الموضوع هناخد الأمر هو 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 وفي الموقع الثاني برضو بقى سيب لكم راود بتاعه ونحط الأمر هنا ونختار الـ style من هنا نخليه cinematic والأبعاد نخليها 16-9 بالزبط 16-9 وندوس على dream لازم نعمل login هنعمل login عالي جدا طيب دي الصور للموقع قدر يطلعها يعني في صورة هنا كويسة الصراحة الصورة دي ممكن نستخدم الصورة دي فهندوس على download طبعا ممكن تعملها او عايز تكبر يعني الصورة عادي جدا طيب دول كده دي الصورتين اهو دي الصورة الاولى ودي الصورة التانية تفاصيل فيها عمق شوية خلاص كده دول كده الصورتين اللي احنا قدرنا اوصل عليهم هنسيب لكم طبعا رابط الموقع دي انت شايفه مميز لك اختاره سوى الموقع ده او الموقع ده سيب لكم الرابط بتاعه في الـ description تحت في الوصف طب هنروح على الموقع التاني اللي هو يحول لنا بقى الصور لفيديوهات والموقع ده اللي هو الـ runway هتدخل عادي على الموقع هيفتح معاك الصفحة بالشكل ده هتعمل تسجيل دخول بالاكانت تاع جوجل بتاعك دوس على escape طبعا احنا هنبقى دايق يعني يعني في الخطة اللي هي اللي هي دي اللي هي try for free خلاص بعد ما يفتح معاك بالشكل ده هتدوس على generate video طبعا فيه كذا option يعني وهو في generate image feed image وفي كذا فيه حاجة كتيرة جدا ان انت تحول image لفيديو اللي هو الاختيار ده ممكن برضو تختارها من هنا هندوس على دي هيفتح معاك صفحة بالشكل ده هو بيعلمك بيقولك تشتغل ازاي او تعمل ايه ما علينا احنا هندوس على escape هنيجي هنا على image اهو في تيكس زي ما شايفين وفي image احنا هنيجي هنا وهنعمل upload level file هنرفع الصورة اللي احنا لسه عاملينها دلوقت هنرفع الصورة دي هنستنى شوية خلاص بعد ما رفع الصورة هندوس على generate هنستنى شوية ونشوف هيعمل ايه في الصورة خلاص كده هو جهز الفيديو خلينا نشوف الفيديو هيكون معنا بالشكل زي ما انت شايفين زي ما انت شايفين كده هو قدر يحول الصورة الى فيديو طبعا تقدر تحمل الفيديو من هنا او ممكن تعمل extend لو انت عايز تزود الفيديو بتاعك تزوده اربعة سنوانية تانية لو مش عايز ففي طريقة انت هتغط سكرينشوت لاخر لقطة عندك وهتضفها تاني كصورة عادية هنا وهتعمل generate وتدماجهم في برنامج المونتاج لو انت عايز تحمل هتدوس على download من هنا هينزل معاك الفيديو بمنتهى البساطة تقدر طبعا تتفرج على الفيديو بالشكل ده زي ما انت شايفين طب خلينا نجرب الصورة تاني يعني ان نمسح بقى الصورة دي وهنضيف الصورة تاني ندوس برضو على upload file ونختار الصورة التانية بقى اللي احنا لسه عاملينها اللي هي الصورة دي ونستنى برضو نفس الكلام هيرفع الصورة على الموقع الاول وبعد كده هيحول الصورة دي لفيديو زي ما عدركوا شايفين خلاص ورفع الصورة هدوس على generate وهنستنى شوية خلاص كده واخلص الفيديو خلينا نشوف النتيجة النهائية هي يعني مش مظبوطة اوي لانه عمل حركة كتيرة في الفيديو ولكن اجمالا هو نتيجة كويسة يعني التمد عليها برضو نقدر نحمل الفيديو من هنا ومنتهى البساطة بس ده باختصار كل اللي كان عندنا النهاردة لو عجبك المحتوى اكيد نستجعبنا بالاشتراك في القناة والعجاب بالفيديو لو عندك استفسار اكتبه تحت في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام